رئيسة المفاوضية الأوروبية فوندرلاين في زيارة هي الأولى في مصر وللزيارة هدف رئيسي هو الطاقة زيارة شهدت توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية تتعلق بالتعاون في مجال تجارة الغاز ونقله وتصديره بين الاتحاد الأوروبي ومصر واسرائيل تحت مظلة منتدى غاز شرقي المتوسط في القاهرة فيما تبحث دول الاتحاد الأوروبي عن بديل للغاز الروسي كما تسعى القاهرة إلى تحقيق نقلة نوعية في الشراكة المصرية الأوروبية قد شهدت مباحثتنا اليوم تركيزا خاصا على سبيل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الروبي في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي حيث اتفقنا على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين في هذا المجال الحيوي لمستقبل التنمية وعلى التعاون في مجال الدعم الفني والتمويل والاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة التعاون الثلاثي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من فلسطين المحتلة إلى أوروبا بعد تسييله في محطات مصر لإسالة الغاز كإدكو وضمياط أمر يراه البعض أنه يزيد من التطبيع المصري مع تل أبيب فيما يضعه آخرون في إطار مشروعها القومي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة مصر ستستفيد بالأموال التي ستجنيها لقاء عملية التسييل وأعادة التصدير وهتستفيد أنها تفتح المجال لدول أخرى أنها تصدر لمصر الغاز الطبيعي لتسييله في مصر ويعني ده في الوقت اللي مصر شجال فيه في مخاولة البحث عن مصادر للطاقة سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر وبالرغم من إنتاج مصر الغاز الطبيعي تبقى صادرتها منه محدودة نتيجة زيادة الطلب المحلية وقد رأى مراقبون أن هذا الاتفاق يصب في المصلحة الإسرائيلية فيما يتوقع المسؤولون في مصر زيادة شحنات الغاز من مصر إلى الاتحاد الأوروبي بمجب هذا الاتفاق الذي سينعكس إيجابا على الصادرة المصرية لا تفوت تل أبيب فرصة من دون أن تستغلها للغوص أكثر في التطبيع مع القاهرة ولعل فرصة الاتفاق تحت مظلة منتدى غازي شرقي المتوسط تعتبر ذهبية لها كبديل جزئي لأوروبا عن الغازي الروسي في ظل حاجة مصر إلى تحولها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي خالد أبو عرب القاهرة الميادين